اهلا احبائنا اليوم حديثي رح يكون عن الترتيب الالهي لمجيء المسيح وبكلمات مبسطة تسمى ملء الزمان بحسب الاية الكتابية قبل ما ابتدي بالحديث رح اقرأ بعض الايات من رسالة بولوس الرسول الى كنيسة غلاطية الاصحاح الرابع مبتدئا من الاية الرابعة ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت الترتيب الالهي لمجيء المسيح طبعا جدول الله يختلف عن جدول الانسان من بداية سفر التكوين حتى سفر الرؤية يسير الكتاب المقدس بتناغم وتناصق وانسجام مأتام وكلمة الله حية باقية الى الابد مكتوبة عن كلمة الله ساهر على كلمة لاجريها لان مصدر الكتاب المقدس مصدر الهي فكل ما هو مخطط الله في الكتاب المقدس ينبغي ان يكون الهي لاحظ الكلام ولكن لما جاء ملء الزمان هذه الترجمة اللي قرأتها يعني ملء الزمان اللي هي بتتكلم عن جدول الله الزمني في خطة الله الكاملة المحكمة المنسجمة لخيرنا ومنفعتنا يعني لما وصلت خطة الله الى اوجها الى كمالها او بكلمات اخرى في الوقت المعين من الله اي الابن له وجود سابق وعلى فكرة بتلاحظ في هاي الايتين بتشوف عمل الاب عمل الابن وعمل الروح القدس بتشوف الثالوث القدس في الايتين فاذا بتشوف الوجود السابق للابن قبل الزمن او قبل من الزمن بكلمات اخرى لما بلغت كل الاحوال سواء الدينية والحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية كلها اجتمعت في وقت المعين جاء يسوع المسيح بالترجمة التفسرية مكتوب ولكن لما جاء تمام الزمان او اكتمال الزمان في الترجمة المشتركة مكتوب فلما تم الزمان اي وقت حان وقت مجيء المسيح الوقت اللي عينوا الاب السماوي طبعا بنشوف هنا طبيعة مخلص البشرية مع انه ابن الله الوحيد ابن الله الازلي فقد جاء في اكتمال الزمن في الوقت المعين لاحظ مولودا من امرأة لتتميم نبوة سفر التكوين اصحاح ثلاثة والآية خمسة عشر من الاف السنين مولودا من عذراء تتميم لنبوة اشعياء النبي من اكثر من سبعمائة سنة قبل الميلاد اي انه سيولد من العذراء مريم مولودا تحت النموس لانه كان فيه توقعات يهودية او خلفية يهودية اللي رح اتكلم عنها توقعات بحسب النبوات لمجيء يسوع المسيح فجاء حتى ليتمم كل شيء جاء عندما اكتمل الزمان عندما تم الوقت المعين عندما استوى عندما نضج كل شيء يعني كان استحالة انه يسوع المسيح ييجي قبل يعني هذا الوقت ما كانش ممكن ييجي في ايام اليونان او حتى البابليين او الفرس او الاشوريين ولا ممكن ييجي في العصر الحديث ولكن جاء في وقت في ترتيب الله في الترتيب الالهي اللي عينه من عند الاب جاء في الوقت المعين ورح اتكلم عن هذا المجيء من ثلاث نظرات او من ثلاث نواحي رح ننظر لمجيء المسيح من النظرة التاريخية ثم رح ننظر لمجيء المسيح من نظرة نبوية من الكتاب المقدس ثم رح ننظر الى مجيء المسيح النظرة الروحية واهمية هذا المجيء ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفي مولود من امرأة المسيح مرسل من السماء ستة عشرين مرة في إنجيل يحنى مكتوب نزلت من السماء لأفعل مشيئة الذي أرسلني قال عنه يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فإذن يسوع المسيح له وجود سابق قبل الزمن ولكن اتخذ جسد في ملء الزمن هذه الآيتين اللي قرأتها أحبائه قلب الإنجيل هي مخطط الله للجنس البشري هذه الآيتين لو حطناها مع إنجيل يحنى بصحة الثالث والآية ستة عشر هذا هو الإنجيل الكامل لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحيام الأبدية فإذن اسمحوا لي في البداية أبتدأ للنظرة التاريخية مجيء المسيح أحبائي موثق تاريخيا مش عشوائي ولا ما كناش نسمع عنه لكن الكل كان بيتوقع شيء اسمه مجيء المسيح المسيح المنتظر وبتشوف هذه الكلمات عدة مرات بتشوفه في إنجيل يوحنى تلاميذ المسيح رأينا مسيح بتشوفه مع المرأة السامرية إنه كانت تتوقع مجيء المسيح ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء وبتشوف هذا الأمر بيتطور أكثر وأكثر ولسيما عند صلب المسيح هو قيامة يسوع المسيح للتأكد من هوية يسوع المسيح لاحظ بحسب بشارة لوقة إنه المسيح جاء خلينا هون أذكر بعض الأسماء المسكورة أيضا تاريخيا فمثلا ولادة المسيح كانت في أيام الإمبراطور أغسطس قيصر وفي لوقة إصحاحة 2 نقرأ إنه أراد أغسطس قيصر أن يعني يحصي الإمبراطورية ولسيما حوض البحر الأبيض المتوسط في أيام أغسطس قيصر وطبعا أغسطس اللي كان اسمه أكتافيوس اللي هو كان يعتبر الحفيد الأكبر والابن طبعا المتبني ليوليوس قيصر يمكن اسمعنا عن يوليوس قيصر وهو لأنه كان الإبن المتبنى والفيفر يعني كان الإحسان تجاهه أكثر شيء فكان يعتبر الوريث الأول ليوليوس قيصر طبعا يوليوس قيصر اغتاله بروتوس صديقه مع آخرون من السينيترز في روما وهربوا إلى فليبي وهناك أكتافيوس لاحق وكان فيه معركة حاسمة هناك وانتصروا وابتدى عصر أكتافيوس يعني اعتلى العرش سنة أعتقد 29 قبل الميلان ولما اعتلى العرش طبعا تغير اسمه صار اسمه أغسطس أغسطس قيصر فيعتبر يعني أغسطس هو الحاكم الرئيسي ولكن في بداية فترة حكمه كان فيه صراع على السلطة وهذا الصراع كان يمزق الإمبراطورية ولسيما مع المقاطعات الشرقية ولسيما مصر وكان أكبر منافس له اللي هو أنتوني اللي هو مارك أنتوني يمكن منتذكر قصة الحب مع كيليو باترا ملكة مصر فعلى أي حال انتصر وأحرز انتصار حاسم أوكتافيوس اللي هو أغسطس قيصر واعتلم العرش بعد هذا الحرب طبعا كل الإمبراطورية صارت تحت حكم واحد حتى المقاطعات الشرقية وكل حوض البحر الأبيض وصولا إلى شمال أفريقيا هذا العصر يعتبر العصر الذهبي للرومان أو عصر الرخاء أو السلام الروماني ما يسمى باكس رومانا السلام الروماني حول البحر طبعا اليهود كانوا يمارسوا العبادة في الهيكل وهكذا أغسطس يعني أعطى الحكم الذاتي في عدة محلات وأعطى جنسيات رومانية وهذا طبعا سبب توسع الرومان وكمان يعني في بعض المناطق أعطى مثل اليهود أعطاهم أنه يمارسوا عبادتهم الخاصة في الهيكل فكان الهيكل مبني في هاي الفترة بحسب لوقة مكتوب أنه حصل إحصاء وكان لازم يوسف ومريم يتركوا الناصري ويروحوا لمدينة داود طبعا مع عائلة كل العائلة داود يروحوا يسجلوا رسميا في بيت لحم اللي هي مدينة داود وهناك أحباء منعرف أنه تمت ولادة يسوع المسيح لتتميم النبوة هذا الإحصاء اللي سنه أغسطس قيصر هو عاوز يعرف الشباب الموجودين في الإمبراطورية حتى يقوم بتجنيدهم ويكونوا تابعين للجيش الروماني والسبب الثاني للمحاصيل ولدفع الضرائب طبعا كان عندهم جبات الضرائب في كل منطقة اللي كان فيها الإمبراطورية الرومانية بعدين بحسب إنجيل لوقة بيتكلم عن كيرينيوس كان والي للسورية فبيتكلم عن تحديد دقيق لهذا الاكتتاب في أيام كيرينيوس الوالي والي سورية كان وعلى فكرة يمكن البعض لخبط لأنه في كيرينيوس قبل الميلاد والإحصاء ضل لبعد الميلاد يعني إذا ابتدأ تمانية قبل الميلاد ووقفوا سنتين ستة قبل الميلاد واستمر لبعد الميلاد لحد ديت عشرة يعني بعد الميلاد حتى وصل الإحصاء إلى منطقة جنوب فرنسا وسطانيا كل هذه المناطق والشيء اللي بيدعم لوقة كمؤرخ في سنة 1764 اكتشفوا في بلد اسمها تيفولي قريبة من روما كلام منقوش بيتكلم عن إكرام بيكرم رسميا هذا الوالي اللي حكم الفترتين الفترة الأولى على ما يبدو أنه كان يعني حاكم جيش أو رئيس عسكري وبعدين كان والي سياسي وهذا بأكد صحة الكتاب المقدس أنه تم كل شيء فإذا كان في أيام والي سوريا كيرينيوس بنفس الفترة بيذكر الكاهن زكريا حتى بيذكر الفرقة من فرقة أبية وهي الفرق موجودة في سفر الأخبار الأيام داود قبل ما مات كان يحضر لبناء الهيكل عشان سليمان يستلم مكانه وأسس كان في عدد كبير للكاهنة فاضطر أنه يعمل فرق وهي الفرق تتناوب وكل فرقة يعني من كل فرقة يمكن مرة أو مرتين في السنة ومن كل فرقة لأنه العدد كبير لازم تلقى القرعة كان فيه 24 فرقة وقعت القرعة على زكريا الكاهن وألي صباط لأنه اثنين من عائلة الكهنود فكان لازم يروح للهيكل إلى منطقة تسمى القدس وفي القدس كان فيه ثلاث أشياء مهمة جدا كان فيه المنارة الذهبية التي تضيء الهيكل وكان فيه مائدة تسمى مائدة خبز الوجوه يعني 12 رغيف بعد الأصباط إسرائيل فهذا كان طعام للكهنة وكان فيه مذبح للبخور هذا المذبح هو بالضبط أمام الحجاب الحجاب اللي هو الفاصل بين قدس الأقداس قدس الأقداس مكان تبوت الرب أو تبوت العهد اللي مغشة بالذهب وفوق غطاء الرحمة وكاروبان يعني ملكان من رتبة عالية يظللان غطاء الرحمة فكان البخور صباحا ومساءا ولازم يكون دايما البخور مولع فوظيفة الكهنة هو تنظيف هذه المنطقة والاهتمام بها وبالتحديد أنه يستمر هذا البخور وبعدين منعرف في وقت لاحق أنه البخور هو رمز لصلوات القدسين اللي بتصعد أو بتدخل إلى محضر الله فلوقب التحديد بيتكلم عن زكريا الكاهن وكيفية ولادة يحنى المعمدان وأنه من فرقة أبية مثل ما موجود في أخبار الأيام الأولى إصحاح 24 بيتكلم عن 24 فرقة وأبية فرقة أبية كانت الفرقة عدد 8 أو رقم 8 من بين هذه الفرق وعلى فكرة كل هذا الكلام موجود طبعا في سجلات اليهود كل مرة بيقوم في هذا العمل بيكون لمدة أسبوع وطبعا بما أنه كاهن وزوجته من صبت الكاهنوت أصابته القرعة حتى يبخر وهذا كان شرف عظيم جدا لكل من يقوم مش بس اسم زكريا مذكور واسم يحنى كمان أسماء أخرى اللي بيذكرها الكتاب حتى في بشارة لوقا بيتكلم عن الكاهنة حتى في وقت لاحق منهم حنانية وقيافة واكتشفوا قبر قيافة عندنا في الأراضي المقدسة وهذا كله أحبائي اندل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها وهذا طبعا يعني بأكد صحة الكتاب المقدس هاي من ناحية تاريخية من ناحية الأسماء كل الأسماء اللي ذكرت في الإنجيل هي فعلا موجودة في استجلات شيء تاني أنا بعدني في النظرة التاريخية سلسلة نسب المسيح الشعب الوحيد في الوجود اللي بيتبع سلسلة أنساب من التكوين لحتى يومنا هذا هو الشعب اليهودي قول ما تريد أن تقول ولكن هذا الشعب عندهم دراسة معينة خاصة ما زال يوم في الجامعة العبرية بيدرسوا بانتظام وبالأماكن الدينية بشكل منتظم سلسلة الأنساب ولو أنت بيرجع حتى يبين لبيور ريس العرق الطاهر أو النقي الغير مختلط وهذا طبعا حافظوا لحد ديت مجيء يسوع المسيح فبتشوف عدة سلاسل تشوف سلسلة الأنساب مذكورة في سفر التكوين إصحاح خمسة وتكوين إصحاح دعش بتشوف سلسلة الأنساب في سفر أخبار الأيام وبتشوفها يعني مقتطفات في نحمية وفي عزرة وبالعهد الجديد بتشوفه في إنجيل متة وبتشوفه أيضا في إنجيل لوقة في إنجيل متة لأنه متة بيقدم يسوع المنتظر المسيح تتميم للنبوات ملك اليهود لأنه كان في فترة صمت أربعمائة سنة من آخر نبي ملاخي إلى مجيء المسيح ما تسمى فترة ما بين العهدين ثم نرى يحنى المعمدان موثق ومؤكد تاريخيا ثم البشيرة متة بيكتب لليهود بيبتدي بسلسلة الأنساب لأنه كانوا بيتوقعوا مجيء الملك مجيء المسيح وهذا كله مسكور في الكتاب المقدس فهذه تعتبر واحدة من الدراسات المهمة جدا عند اليهود ولها أهمية خاصة منها دراسة الكودز يعني فك شفرات العهد القديم والآيات بالتتابع والتسلسل على فكرة دراسة شيقة جدا مع الأرقام لأنه كانت الأرقام هي أحرف عبرية فهي دراسة شيقة ولكن ليس هذا الموضوع موضوعنا هو أنه فعلا ملء الزمان لما اكتمل جاء يسوع المسيح مولود من امرأة بعد فترة صمت أربعمائة سنة أربعمائة وتلاتين سنة لخدمة الرب يسوع المسيح شو هي أهمية هذه السلسلة أولا أحبائي تظهر لهوت ونسوت يسوع المسيح أنه فعلا المسيح رغم أنه جاء من السماء ولكن تتميم للنبوات ولد من العذراء مريم فتستطيع أن ترى لهوته ونسوته الطبيعتين في اتحاد كامل شيء آخر رسالة بولوس إلى كنيسة روميا لصح الأول والآية ثلاثة وأربعة ولكن خليني أقرأ آية أربعة متكلم عن يسوع الذي صار من نسل دؤود حسب الجسد يعني حسب الجسد يسوع جاء من نسل دؤود وتعين يعني تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا فلازم تظهر الطبيعتين أنه جاء يعني من نسل دؤود حسب الجسد وتبرهن يعني بآيات اقرأ انجيل يحنى أنه ابن الله يعني طبعا حاشة للتناسل الجسدي أي يعلن عن الذات الإلهية وأنه فعلا هذه يعني بيتكلم عن أمر روحي عميق جدا نحتاج إلى إعلان إلهي لأنه مكتوب إن أراد الإبن أن يعلن له ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح فإذن شيء آخر سلسلة نسب المسيح تظهر وحدة الكتاب المقدس العجيبة فالكتاب المقدس ليس آيات مبعثرة ولا مجرد مواضيع يعني لا تمت صلة أحدها للآخر بيتكلم بشيء بيقفز على شيء آخر بتشوف تسلسل من التكوين بتشوف سفر البدايات بداية الخليقة وبداية العيلة وبتشوف حتى الطفان وبيتكلم عن إبراهيم إسحاق ويعقوب الخروج خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر ثم مسيرهم في البرية للجيل الثاني في سفر التثنية ثم بتشوف يشوع بكمل العمل بتاع موسى بيدخل أرض كنعان ويقسم الأرض ثم بتشوف الأنبياء الأصفار التاريخية كلها بتشوف الأصفار الشعرية والنبوية كلها بوحدة عجيبة جدا بتوصلنا لسلسلة نسب يسوع المسيح حتى يكون الرابط اللي بيظهر هذه الوحدة العجيبة بتشوف سيرة حياة يسوع المسيح ثم أعمال الكنيسة أعمال الروح القدس سفر أعمال الرسل وبتكمل إلى الرسائل شرح العقائد المسيحية والأساسات الإيمانية إلى آخر سفر سفر الرؤية اللي بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية فمن البداية حتى النهاية بتشوف الكتاب المقدس في وحدة عجيبة جدا ولأنه مصدر إلهي فبتشوف أنه كله يسير بتسلسل وتناغم شيء آخر هذا النسل اللي جاء منه يسوع لم يختلط لأنه ابن داود في أي وثنية أو شعوب أخرى مع أنه متى بيتكلم عن نساء اللي سمعتهم ما كانتش يعني مشرفة مثل رحاب وثمار وبتقرأ عن رعوت وبتشبع ولكن النعمة الإلهية وصلت إلى كل نوعيات الناس بتشوف ناس بتشرف مثل إبراهيم إسحاق وداود إلى آخري وبتشوف بتشوف أسماء غير مشرفة ولكن نعمة الإلهية برضو عملت عمل عجيب جدا وأصبح في سلسلة نسب المسيح هذه السلسلة أحبائي هذه السلسلة إذا حطيت تعريف تظهر لنا محبة الله الله يريد أن يتواصل وكيف يتواصل اتخذ جسد حتى يتواصل ويتعاطف مع الجنس البشري ولكن أهم ما في الموضوع أنه هذه السلسلة أحبائي تظهر لنا الخط القرمز الأحمر يعني سر الفداء العجيب في التكوين بيتكلم عن أول نبوة أنه سيأتي من نص للمرأة يسحق رأس الحية على الصليب لآخر سفر الرؤية بتشوف تسبيح السماء للخروف المذبوح للخروف المذبوح اللي فعلا تمم وأكمل عمل الفداء كما يقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني خط الفداء شيء آخر في أنا لسه بتكلم عن نظرة تاريخية بتشوف التوقيت التاريخي المهم ولد يسوع المسيح في وقت القوة الرومانية التي كانت تحكم العالم القديم ثلاث قارات آسيا أوروبا وأفريقيا ومثل ما قلت أنه الرومان سمحوا لليهود أن يروحوا على الأعياد ويعملوا الزبايح ويمارسوا العبادة في الهيكل وأيضا الرومان ربطوا كل المقاطعات الغربية مع الشرقية بطرق كثيرة منها فيا مارس طريق البحر بين أرض ما بين النهرين إلى مصر بمر في الأراضي المقدسة أو طريق الأغناطي اللي بيربط رومة مع المقاطعات الشرقية إلى بيزنتيوم بمر طبعا في آسيا الصغرى وبمر في المدن اليونانية وصولا إلى تركيا اليوم كل هذه أحبائي تعبر عن القوة الرومانية شيء آخر مش بس يعني بنوا الطرق اللي ربطت العالم القديم طبعا عشان يجمعوا الضرائب عشان الأمن وتموبالايز يحركوا الجيش من مكان إلى مكان بسرعة فائقة لأنه كان فعلا الجيش الروماني كان مدرب مهذب وهذا السبب كانت القوة هي السائدة مش بس هي التشريع الروماني القانون القوانين الروماني يعني مثلا مثل بولوس استخدم جنسيته الرومانية حتى يدافع عن نفسه كانوا بيعطوا autonomy self rule الحكم الزاتي في مقاطعات كثيرة مثل سوريا مثل أفيسوس مثل فليبي إلى آخره ومقاطعات أخرى كان بيسمحوا كان فيه نوع من التسامح واليوم حتى في الدراسة المحامة أو القانون لابد أن يمروا على التشريع الروماني القوانين الرومانية كخلفية كأساس لدراستهم في هذا اليوم فالقوة الرومانية لعبة دور مهمة جدا شيء تاني بالتوقيت التاريخي الحضارة اليونانية أو الإغريقية الهلينية من أيام الإسكندر الأكبر وفتوحاته وصل احتل ثلاث قارات لكن الإسكندر الأكبر نشر الفلسفة اليونانية وهذه الفلسفات القديمة مثل سقراط وأرست وأفلاطون اللي وصلت تقريبا إلى شبه الحقيقة ولكن لم تشبع فكر الإنسان وكان فكرة اللوغوس العقل الإلهي اللي أجت منها الكلمة والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فالكلمة هو تعبير عن الذات الإلهية فالله غير مجرد إله وجود ذاته وإله عقل مفكر وأيضا إله روح فالروح المحي الذي يحي وعندما نقول الثالوث القدوس لا نؤمن بالشر فنحن نؤمن لا إله إلا الله الواحد وما زاد على ذلك أي شخصية أي نبي أي إنسان بتحطه مع هاي الآية تعتبر شرك يعتبر بالنسبة للمسيحي وثني يعني الشخص اللي بيشرك مع قوله لا إله إلا الله ويحط أي شخصية يعتبر شرك بالنسبة للمسيحية لأن المسيحية تؤمن بإله واحد رب واحد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالكتاب المقدس يحارب الوثنية ويحارب الشرك ويحارب التجديف على الله ويحارب كل ما هو بحاول أنك تشرك لأنه مكتوب في إشعية 42 والآية 8 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات فالله هو الله الواحد فإذن برضو مع أنه كانت القوة الرومانية السائدة ولكن أخذوا العبادات اليونانية وطبعا اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية خلي بالك 250 سنة قبل الميلاد أنه كان في ترجمة للعهد القديم تسمى الترجمة السبعينية حدثت في الإسكندرية في مصر وهذه الترجمة ترجمة العهد القديم للغة اليونانية التي أصبحت مرجع في أيام المسيح واللغة اليونانية كانت اللغة الرسمية الدولية فإذن العهد الجديد أغلب العهد الجديد كتب باللغة اليونانية حتى توصل عن طريق الطرق الرومانية إلى كل أرجاء إلى كل الإمبراطورية الرومانية أخيرا أحبائي في التوقيت التاريخي أنه المسيح كان منتظر كان لازم يرجع إلى الشعب والشعب لازم تكون متوقعة وعندها مواصفات عن مجيء المسيح بحسب الكتاب المقدس فلا يمكن أن أي إنسان يدعي النبوة بدون ما يكون عنده الكفاءات لأنه يثبت أنه جاء من الله فالمسيح بحياته الخارقة بأقواله بمعجزاته بكلامه تصريحاته أثبت أنه الله الظاهر في الجسد فالناس كانت تنتظر مجيء يسوع المسيح وكان رغم أنه تحت الحكم الروماني ولكن كانوا رجعين رجعوا من السبي مشان هيك جاء للمسيح في وقت أنه يعني كل هذه الأسباب ساعدت وأهم سبب هو الخلفية اليهودية اللي كان عندهم الشريعة والعهود والمسية والتعليم والتوقع وموضوعك الكبير والنموس إلى آخره فكانوا بيتوقعوا مجيء المسيح فالنظرة التاريخية اجتمعت كلها في مجيء يسوع المسيح سواء من الأسماء سواء من المواقع الجغرافية سواء من سلسلة النسب سواء من التوقيت التاريخي لولادة يسوع المسيح في ملء الزمان عندما اكتمل كل شيء جاء يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثانية المهمة عاوز اخد مكالمة من الأخت مريم من مصر اهلا وسهلا اخت مريم انت معانا على الهواء اهلا وسهلا اخت مريم تفضلي سلام سلام المسيح يا أسيس انا سامع حضرتك كويس انا سامعك كويس سامعتني دلوقتي انا سامع حضرتك بس الصوت واطي ربي بركك ومرسي على عنوان الحلقة لان فعلا اللي بيقرأ الكتاب المقدس بيلاقيه واحدة واحدة كصة كاملة ومتكاملة وبتشير منذ الزد لخطة خلاص الرب اللي عملها منذ قبل الخليقة نفسها بسابق معرفة ربنا باللي حيحصل من آدم احب احكي لاخواتنا المسلمين يعني كمثال ممكن يفهموا منه ان ليه مش بقى عملنا نقدر احنا نخلص نفسنا بكل بساطة انا اليوم لو جي ابني عمل مصيبة في المدرسة ضرب الكورة مسلا في الشباك بتاع المدرسة فالإزاز اتكثر ووقع على ولد تاني المدرسة والولد ده تعور فمدير المدرسة لان حصل بسلد ابني بسبب ان اخلاقه مش كويسة قرر انه يفصل ابني من المدرسة وطبعا مفيش ولا مدرسة تانية هتاخده ومستقبله هيدليع لان مش بس قصر الإزاز كمان في ولد اصاب اصابة جامدة طيب ينفع ابني يجي لمدير المدرسة عشان يصلح الكارثة دي بنفسه ويقول له طيب ممكن تسامحني تفكروا مثلا المدير بتاع المدرسة هيعديله الموقف وكأن شيئا من يكن طيب بفرض ان ابني جي وقال لمدير المدرسة طيب سامحني وانا اوعدك حاكم ارض الكلاس خمس مرات في اليوم حادي الاصحابي اكلي كل يوم وانا حصوم حديهم شهر كامل حصوم في انا وديهم الاكل هل حيسمحوا طيب لو وعدوا ان يروح يزور الولد اللي تعور كل مرة كل سنة هل ده هيخلي مدير المدرسة يرجعوا تاني ومستقبل الولد ما يدعش الحاجة الوحيدة اللي في موقف زي ده اللي ممكن ترضي مدير المدرسة انه يوافق ان ابني يرجع يكمل تعليمه ويبقى عنده مستقبل حاجة واحدة بس انه انا ساقب اروح لمدير المدرسة وتعاهد ان انا حدفع تعويض عن الاضرار المادية اللي حصلت بسبب ابني هقول له انا اللي حغط في المصاريف بأول حاجة تاني حاجة هتعاهد قدامه ان الولد المصاب ده انا حرجعه سليم على حفادي تاني حاجة هتتعاهد ان انا حربي ابني من تاني وخلي اخلاقه وتصرفاته كويسة بحيث ما يتقررش من كده تاني بالضبط المثل ده هو ده اللي بيشير ربنا عمل معنا كده بالضبط انا كآدم اخطأت تدخلت الحطية لعالم الخطية دي كتبتها موت للبشرية جميعا وممكن يعني ارشح ان ممكن الناس تقرأ رمية خمسة من فيها شرح لكل اللي حضر ده لكن انا كأب بالوقت لما رحت ابونا سماوي عمل كده اول حاجة عمل خطة الفداء فده خلانا دفع ثمن الخطية ثلاث كمان استرد الحياة الابدية لنا لانه عالج الموت مننشئ عن الغرض ده ثالث حاجة المثال اللي انا قلته لما الاب تعهد ان حيربي ابنه من الاول ما هو ده الرب منه اللي عمله معنا هو تعهد ان بالروح القدر اللي حيعمل فينا هيخلينا نبقى على شبه هو مثاله فيصبح الولادة التانية من المسيح من المسيح يسوع ربنا ومخلصنا خلتنا بقينا على شبه هو مثاله احنا طبعا بيبقى حياة التوبة وحياة ان احنا نبقى مرشين مع الرقب وتيبت خدينا في الاخر مع الوقت من نبقى شبه اللي انا عايز اقوله ان خطية ادم حصلت قردي ودخلت الخطية والموت العالم والخيب دي والعار لما اتعروا قدام بعض وتكذفوا من بعض وحاولوا نعملوا ثياب من اوراق الشجر الثياب دي ما سطرتش عورتهم لان مجرد هوى يطيرها لو لو الورق نشف وقع هيرجعوا عراية تانية فربنا من الاول قال ان هو البسهم البسة من الجلد البسة من الجلد دي سطرت عورتهم وده الساتر اللي ربنا عمله لما هو ناد ده كانت اشارة لموت ربنا على الصليب لان بدمه اشنا تغطينا بقى نقدر ندخل قدس اكداس امام عرش الآب الآب ما بقاش بيشوفنا بيشوف خطيانة بقى بيشوفنا من خلال دم الغالي السنين بتاع ياسوع المسيح فبقى بيشوفنا نشوف دائما ان ربنا قردي هو اللي دفع التمن لان التمن ما نقدرش ندفعه احنا احنا عايزين ولا بأعمال ابني لما راح قذل المدير انا حاكمل خمس مرات في اليوم انا ما ننفعش اصلي خمس مرات في اليوم وااخد الابدية ما ننفعش صوم شهر وااخد الابدية وكذلك ربنا اشار يعني انا بنصح اي حد يجرب يقرأ كتاب المقدس السيد حضرك سمعني انا سامعك انا بدأقول يعني انت بتتكلم من خبرة كاخت عابرة الى المسيح وهذه المعلومات بالنسبة لك كانت مرفوضة سابقا ولكن لما تغيرت حياتك ابتديت تشوفيها اكتر بروح الايمان بالروح القدس مضبوط وكمان ربنا ما دناش الفكرة من غير ادلة انا لما اريت العهد القديم انا بحب العهد القديم لانه بيبين كل حاجة من قبل ما تتم بمئات السنين اشعية 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 اتشرح في خطة الحداء بالزبط لما الواحد يقرأ ويشوف ان ربنا منذ بداية العالم قال قال الحية ادع عدوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وانت تصحق عقب كما عنين ربنا كن من الاول عارف في خطة واعلن عنها لما الف اشعية 53 من صبت خبرنا ولمن افتعلنا بزراع الرب مجروح لأجل معاصينا ومجروح لأجل الزمن تأجيب سلامنا عليه وبالشبره يشوفينا كل الكلام كانت صورة للمسيح هيحفظ فيها ايه على الصبيب لما قال ظلم انه هتزلل ولن يفتح فاة تفاة تفاق الى الزباح كانت سامت امام جزيها فلم يفتح فاة امين اخت مريم اما رب فصر بان يضح بالحزن بالحزن عشان كده بقىنا ده ناك تطور قيام معناها ايه معناها ربنا بدينا جلالة الحياة القدرية بصرة الرب بيد النسيح نجح امين يا اخت مريم رسالتك رسالتك وصلت بشكل واضح رسالتك وصلت بشكل واضح ربنا يباركك وربنا يستخدمك كخادمة توصل هذه الحقيقة الكتابية المهمة لكل من حولك شكرا كتير اخت مريم عاوز بالدقائق اللي بقيت معاي عاوز ركز طبعا على نقطتين كتير كتير مهم من خلال الايتين اللي قرأتها من رسالة غلاطية اللي هي اولا النظرة النبوية النظرة النبوية انه مجيء المسيح مش بس كان في سلسلة نسب وتوقعات لهذا المجيء ولكن في نبوات ونبوات لا حصرة لها ولكن في نبوات اللي بتتعلق بولادة يسوع المسيح وخليني احكيها ولو بسرع بس يعني اذكر كل اخوتي المشاهدين اولا مثل ما اسمعنا كمان من اخت مريم من سفر سفر التكوين انه المسيح سيأتي من نسل المرأة وهذا الشيء بيتميز فيه فقط يسوع المسيح شيء تاني ان يسوع المسيح سيولد من عذراء بحسب نبوة الشعياء النبي سيد نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فاذا بتشوف النبوة في العهد القديم باشعية وتتميمها في انجيل متى الاصحاح الاول يسوع المسيح ايضا انه هذا الشخص الذي يولد لاحظ الدقة بالكلام الشعياء النبي اصحاح تسعة والآية ستة بقول لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام مرتان يولد لنا ولدا ارسل الله ابنه مولودا من امرأة الولادة في ملء الزمان لاحظ الكلام ونعطى ابنا فهو عطية السماء لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل واعطى ابنه الوحيد فهو عطية السماء لنا فهون بتشوف الطبيعة الانسانية والطبيعة اللهوتية وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب مشيرا لاحظ الكلام الها قديرا باللغة العبرية واضحة الجبور اله جبار اله قدير الها قديرا ابا ابديا يعني اللي رح يولد هو الاب الابدي وانصح التعبير كمان ابو الابدي رئيس السلام لاحظ الكلام لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضضها بالحق والبر لاحظ الكلام من الان وإلى الأبد من الان وإلى الأبد فواضح بيتكلم نبوة عن الطبيعتين شيء آخر يسوع اللي رح يولد في بيت لحم هو من من صبت يهوذة صبت يهوذة عادة بكون الابر الابن رأوين ولا حتى التاني ولا شمعون ولا لاوي الابن الرابع يهودة طب ليه الابن الرابع رأو بين أخطأ الرب رفضه شمعون ولاوي سفكوا دم بريء في منطقة شكيم في منطقة نابلس فوقع الاختيار على يهوذة من زمان والكتابة المقدس بيتكلم عن الأسد الخارج من صبت يهوذة يعني المقصود الصبت الملكي شيء آخر صارت النبوة أكتر تتحدد من عائلة يسة أبو داود ابن داود مع أنه يسوع هو رب داود مكتوب يملك على بيت داود من الآن وإلى الأبد هو ابن داود ثم أحبائي الكتابة المقدس بيتنبأ عنه أنه المسيح المسية يعني الملك المخلص اللي تمت فيه نبوات العهد القديم وخلي بالك النبوة التامنة عن ولادة يسوع يولت في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل لاحظ الكلام الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل اللي رح يولت في بيت لحم في ملء الزمان هو من أيام الأزل وهذا هو الفداء المعد لكل شخص قبل تأسيس العالم هاي نبوات أحبائي ما أحد بخدها بسهولة ولا يجيني واحد يقول لك تابك محرف ولا وعادي يجي يعني يضرب كلمة عشان أضرب وهرب يعني عشان بيخب حقيقة مر عن نفسه فبروح ضارب تخيل يعني معي اليوم بعد 200 سنة يطلع واحد يقول على فكرة أنور السادات ما ماتش أنت توهم لكو أنه مات الرصاص اللي ضربوه فيه في مصر أو في القاهرة وأنا شفت المكان وين حدث الاغتيال لا هذا كل وهم لإلكو فتخيل أنت ألاف الناس اللي شافت المشهد شو بيكون شعورهم فإذن ليه عاوز يدافع ومش عاوز يتعب نفسه أنه يقرأ ليه لأنه لو قرأ زي ما بقول دائما إذا قرأت الكتاب المقدس العهد الجديد مليون فلمية لازم تآمن بالرب يسوع المسيح إذا فتحت قلبك إله فإذا نولد في بيت لحم أخيراً أحبائي أنا عاوز أتكلم عن النظرة الروحية وعلى فكرة أختي مريم يعني هي لمست هذا الموضوع بشكل جميل جداً اتكلمت عن رحمة الله وبنفس الوقت عن عدالة الله لأنه مكتوب أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا فالمسيح جاء مش عشان يكون سوبرمان يعمل معجزات ويعلم أجمل التعليم ويعمل الخوارق وأن يعيش حياة كاملة ما فيش أي إنسان في الوجود عاش بكمال المسيح مش هذا الغرض ولا حتى الرسل اللي كرزوا بيسوع كرزوا عن حياة يسوع كرزوا برسالة وحدة بقيامة يسوع المسيح من الأموات كرزوا أن يسوع المسيح حي وهون بيوضحها بشكل واضح لاحظ ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله من السماء ابنه مولود من مريم العذراء مولود تحت النموس يعني عمل كل الأشياء يعني سموه في اليوم الثامن الاختتان عند اليهود في اليوم التام التطهير بعد 40 يوم وطبعا دراسة الشريعة والنموس كان ينمو لحد ما صار 30 سنة أيام الخدمة عمل وكان يروح على المجمع ويعيد الأعياد اليهودي كل الأمور ولكن شو النموس أحبائي؟ النموس بيوري الإنسان إنه الإنسان عاجز وإنه الإنسان خاطئ النموس هو مثل المرآة عندما أنظر إلى المرآة أرى حقيقة نفسي ولكن كيف أحسن من حالتي وأجمل ذاتي أمام المرآة؟ المكياج بروح بعد ساعة ولكن شو التغيير هذا اللي بيحدث في حياتي؟ فالمرآة أو النموس بقول في شخص اللي هو أخد مكانك عشان أنت تعيش بحرية وهي رسالة المسيحية الرسالة أهم عقيدة في المسيحية هي عقيدة التبني شو هي عقيدة التبني؟ اسمع ما يقول الكتاب المقدس ليفتدي الفداء الذين تحت النموس لأنه النموس حكم علينا أننا خطاء ولا نستطيع أن نخلص أنفسنا طب ليه هذا الخلاص؟ لننال التبني شو يعني التبني؟ أنه صرنا أولاد الله بالإيمان وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا لا من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم ولا لأنك ابن إبراهيم فالله قادر من أنه يجعل من الحجارة أولاد الإبراهيم ولكن بيحكي تعبير واضح بل الذين ولدوا ولادي روحي من فوق ولادي اللي هي عمل الروح القدس في الكيان والقلب من خلال عمل الإيمان فإذن صرنا أولاد الرب التبني وبما أنكم أبناء يعني صرنا أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صار فيه علاقة شخصية صارخاً بابا يا أبا الآب إذن لست بعد عبداً بل ابناً وأن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح يسوه طب وانت الإنسان بيوراً لما شخص بموت وبما أنه المسيح هو مات فصار إلنا الحق أن نرث يكون عندنا كل امتيازات وبركات الله شرعياً وقانونياً لأننا أصبحنا أولاد الله من خلال الإيمان اللي بتشوف نفس القضية في روميا الثمانية وفي غلاطية ثلاثة ستة وعشرين مكتوب لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يونني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه فالنظرة الروحية أحبائي المسيح هو الفادي افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه وبصفر العبرانيين مكتوب فواجد فداء أبدياً فهو الفادي متبررين مجاناً بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع ربنا الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا اختتم بدم المسيح فهو الفادي وهو المخلص وهو المحر ولكن شوف الفرق أنا بتذكر في أيام داعش لما كان في ناس فعلاً عندهم يعني استقامي كان يشتروا البنات اليزديات من سوق النخاسة وين كان يبيعوا البنات اليزديات وبعدين كان يشتروهم ويحرروهم المسيح مش بس اشترانا بل افتدانا مش بس حررنا عشان يكون أحرار ولكن عمل شيء أعظم صرنا أبناء لله بالإيمان لأنه صرنا أبناء صار في علاقة شخصية علاقة الإبن نصرخ يا أبا الآب صرنا نصلي يا أبانا الذي في السماوات صار في علاقة شخصية ومش بس علاقة شخصية الروح القدس ساكن فينا وهذا هو عمل الفداء فكل الغرض من ملء الزمان جاء يسوع أظهر محبة الله محبة الآب تجاه الجنس البشري الخاطئ المستحق أعذاب الجحيم افتدانا من لعنة النموس افتدانا أصبحنا أولاد للرب بالتبني وصرنا أبناء الرب فينا روح الرب فصار لنا الولادة الجديدة حصلنا على غفران الخطية نلنا الخلاص الكامل ضمان الحياة الأبدية وعندما نؤمن بالرب يسوع وما فعله من أجلك ومن أجلي اسمك واسم بينكتب في سفر الحياة فالسؤال هل تريد أنه اسمك ينكتب في سفر الحياة هل ممكن ترفع إيدك في هذه اللحظة تقول نعم أريد وإذا صليتها من قلبك تأكد الرب أعطاك الخلاص وضمان الحياة الأبدية الرب يبرك اشتركوا في القناة